واحدة من الحاجات اللي كنت بقولها في المقدمة وش هاي سمعتني هو لا أنه نادي الزمالك محتاج يركز مع نادي الزمالك الفترة اللي جاية سمعتها رأيك ايه؟ يمكن دي أكتر حاجة مفرحانة أو متوسن فاخر في مجلس الإدارة الجديد يمكن شفت النهاردة يمكن بتهيأ لكابت محمود الخطيب بعد برقية تهنئة لمجلس الإدارة الزمالك طبعا بنيابعا مجلس إدارة الناد الأهلي فيمكن صفحة جديدة وأنا أعتقد ده اللي هيحصل ليه؟ لأن أنت عندك بالمشاكل ما يكفي أنت مش محتاج الزمالك ولا الجمهور الزمالك في الفترة الجاية لأ ركز في ناديك وده اللي هنشوف في الفترة الجاية لنادي الزمالك الزمالك عنده احتياجات كتيرة جدا ولسه متكلمين عنها وأنا شايف أن طريق النجاح ما بيجيش هلا في جزء اللي أنت قلت ده كريم لو أنت مركز مع اللي حواليك هتفضل بس مع اللي حواليك فده هيأخرك 3-4 خطوات وراء لكن لو ركزت مع اللي قدامك تطلع عن الألعاب الفردية فدائما كان في حد يقول لك في الألعاب القوة ما تبصش وراءك أبدا أنت بتجري لو مصلت وراءك هتتعطل صحيح لا ركز قدامك وكمل ممكن تطلع الأول لكن طول ما أنت ببص وراءك والآن من اللي وراءك ولا يلحقك دي بتسبب لك مشاكل كبيرة جدا فما تجي تطبع على الألعاب الجامعية لا ركز في مشاكلك حل مشاكلك حتى وانا بنافس أهلي حتى وانا بنافس إسماعيلي حتى وانا بنافس مصري واتخدت مني العيبة لا أصلت ظلامت لا كرة فيها كل حاجة لكن تركز معنا تديكو بس وانا بقول لك ان شاء الله ده لا يحصل في ند الزمالك الفترة الجاية